موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزل في اللون إخواني أخواتي يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى عبر هذا الفضاء لأولا أهنئ الشعب الجزائري على الانتصار الجزئي المتمثل في استقالة رئيس الجمهورية ولو أن هذه الاستقالة لم تكن رغبة ذاتية للرئيس أو للمحيطه الذي أراد أن يبقيه إلى آخر لحظة ويدفع بالجزائر إلى المشهول لكن في نفس الوقت أقول بأن إرادتكم والتصميمكم هو الذي جعله يستقيل لكن أريد أن أقول لكم بأن عندما خرجنا يوم 22 فبراير وبقينا نخرج ونكبر في مسيراتنا منذ 22 فبراير إلى اليوم كانت مطالبنا واضحة وهو ذهاب النظام لأن الرئيس الحالي لم يكن يسير الشأن العام وكان غائبا وهجماعة هي التي تسير الوطن اليوم لماذا أقول بأن انتصارنا جزئي لأن الجزائريين والجزائريات ما يقبلوش بل لرموز النظام المتمثلة في رئيس مجلس الأمة والسيد رئيس الحكومة الحالي هم الذين سيقومون بتنظيم الانتخابات المقبلة والإشراف على المرحلة الانتقالية إذا قبلنا بهذا المنطق إذا قبلنا بتطبيق المادة 102 من الدستور فقط معناه أن رموز النظام هم الذين سينظمون مستقبلنا ويشرفون على الانتخابات المقبلة لقد قلنا دائما بأن هؤلاء هم الذين زوروا إرادة الأمة وهم الذين أفسدوا الوطن وبالتالي لا يمكن أن يكون جزء من الحل على هذه طالبتم وطلبنا جميعا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل نظام ورموزه وزبانيته اليوم ذهاب الرئيس واستقالة الرئيس لا يعني بأننا أنتصرنا حقيقة على هذه نقول بأننا يجب أن تذهب هذه الحكومة يجب أن لا يصبح السيد بن صالح هو رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة هو الذي سيصبح رئيس الدولة في هذه المرحلة مرحلة الانتقالية قلنا بصوت واحد بأننا نحتاج إلى أن نزاوج بين المادة 102 والمادة 107 التي تتحدث عن أن السيادة هي ملك للشعب وعليه تطبيقاً للمادة 7 و 8 نعتقد بأن هذه الحكومة يجب أن تذهب وبأن السيد بن صالح لا يمكن أن يكون رئيس الدولة في هذه المرحلة الانتقالية وبأن يدعونا ننظم هذه المرحلة الانتقالية برجال ونساء وحكومة نستطيع أن نطمئن إليها بأنها لن تزور إرادتنا مرة أخرى وبأن لن يستمر النظام من خلال هؤلاء الذين سيسيرون المرحلة الانتقالية نقول بأن هذا غير مقبول وهذا غير مرفوض وأعرف بأن الذين الرئيس الذي عين أو جماعته الذين عينوا الحكومة في اليوم الأخير من قبل تقديم استقالته يريدون أن يكبلون بهذه الحكومة لتشرف على مستقبلنا لهذا نقول بأن هذا غير مقبول وهو مرفوض وعلى هذا نقول انتصارنا ناقص يجب أن نستمر يجب أن نستمر إلى أن يذهب هؤلاء جميعاً إلى أن ترد السيادة للشعب تطبيقاً للمادة السابعة الذي نقول بأن يوم الجمعة بإذن الله يجب أن تكون جمعة كبيرة يجب أن نخرج لنستمر في مطالبة هؤلاء بالذهب واعتقادي بأنهم لا يمكن أن يتعنتوا أكثر وسيستجيبون لهذا الحراك الشعبي السلمي المبارك لكن في نفس الوقت يجب أن لا نتعب يجب أن نستمر إلى أن يذهب الجميع نريد هذه المسيرة هذه الثورة السلمية المباركة ليحسدنا العالم جميعاً هذه مسؤوليتنا جميعاً بأن لا نفشل في هذه المرحلة أن نذهب إلى ديمقراطية حقيقية وكي لا نفشل يجب أن نستمر وبطريقة سلمية لكي نطرد كل هؤلاء وننظم مستقبلنا بأيدينا وبرجال ونساء نؤمن بنظافتهم نتمنى أن نستمر في هذا الحراك السلمي المبارك وموعدنا يوم الجمعة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة